برودة الطقس في العاصمة الأريترية أسمراء لم يمنعها من أن تمارس الدفء في احتضان ليس فقط الأريتريين وإنما غيرهم مما يهاجرون إليها من دول الجوار وخاصة السودان فعلاقة الخرطوم بأسمراء الضاربة في عمق التاريخ تمثل نموذجا للتمازج والانصهار ما بين شعبي أريتريا والسودان فكثيرا ما نجد سودانيا من جذور أريترية والعكس صحيح ومن الأريتريين من استوطن بالسودان سنين عددا على شاكلة هذا الرجل الذي استقبلنا بحفاوة وكرم فياض بمنزله الكائن بحي جزبندا جنوب شرق العاصمة أسمراء فتحدث لنا باستفاضة عن الفترة التي قضاها بالسودان أنا دخلت للسودان أول 63 دخلت للسودان 63 قعدت في كسلة منها مشيت قربة بعدين الشغول اللي عملت بديت في حلفة جديدة كانت الشركة بتاع انجليزية اسمها التريف بتابني كنت شغل معهم بالنزي أربعة شهور منها طوال مشيت خرطوم دخلت بالسجانة اسمه أحمد مصطفى عنده ساول محلها اشتغلت معه فترة منها مشيت خرطوم بحري جنوب السينما الوطنية على اندولس شغلت معه واحد اسمه أحمد برضو يماني بعدين قعدت معه زي السنة 64 أول 64 مشيت فندق الصدان فندق الصدان شهر عشر تلاتة وستين فترة الحلاق الأريتري مبرهت قبر مدهن مارس مهنته المحببة فوق رؤوس شخصيات سودانية مهمة منذ ستينيات القرن الماضي 64 أكتوبر جاء صورة أكتوبر جاء الرئيس منه صار الخاتم خليفة بعد ثلاثة يوم جاءبوه في الصالون حالك تليف منه بقضوا يجيو الوزارة اسمه عمد أحمد محجوب قبلها بقضت بحليق ناس إرواء ورهيم مقبول أدل خالد محجوب أدل خالد محجوب بعدين في الجيش ديال كل ما أسحابي لغايني من أحمد عبد المجد أحمد خليل أحمد خالد شرفي ناس السرب أحمد ناس الشيبة حسين هو الشيبة طبعا عندها توفق انقلبتها هاشمالعب مهنة الحلاقة خلقت لمبرهت علاقات حميمة مع السودانيين الحمد لله علاقات ناع يعني كانت واسعة عامة خسبانين العلاقات بالناس يعني لما تكون عندك علاقات مع الناس ما يكون عندك أي مشكلة أنا بشكر السودان لأنه الدنيا جنسية أنا عندي جنسية أولادي عندهم جنسية وبجانب فن الحلاقة يجيد مبرهة فن الغناء باللغتين الأريترية والسودانية ترجمة نانسي قنقر قصر للون جنسي قنقر ذالك ترجمة نانسية مباراة قبر مدهن تجربة في مجال الحلاقة شهدت ميلادها مدينة الخرطوم فكانت مثالا يحتذا في التواصل ما بين شعبي أريتريا والسودان وتتواصل هذه التجارب من خلال نموذج سوداني تحتضنه مدينة أسمراء الأمين حسن أحمد الحريري سوداني من مواليد ود مدني قرية ود الأزرق يمارس مهنة الترزية طيلة ستة وأربعين عاما قضى معظمها في أريتريا لعدة أسباب يعني الأريتريين ناس مستوى كويس ناس طيبين إذا عاشروا يا أول إنسان الغريب يعني فبعد ذلك اللي جيت قاعدة معهم فعلا مريحة عشان كده ما حاولت غير أي دولة ويتعامل الحريري مع مهنته من منظور فني بحت نحن كمان مصممين بيشتركوا في الشعر الغزلي اشتركوا في القوام اللادين القوام اللي هو معنا بعدين كيصوروا الفنية تلقاه هو غزلي عندك زي الشاعر حقنا في السودان في مدني على المساح أيوة فقصيدة بتحدد أنك أنت تكون فني يعني بيقول الغوام اللادين والحش المضروم والصدير الطامح زي خليج الروم أنت لما تصور المينيكان ده أنت تكون رأي الغزلي بتتغزل مش في البشر بتتغزل في المينيكان في الفن حقك هالإنسان المينيكان ده تضع فيه شنو حاجة فنية معرض متكامل من فساتين الزفاف يمتلكه الحريري بأسمر يحكي عن قدرة وبراعة اليد السودانية في التصميم والصناعة مواكبة لأحدث وأجود التفصيلات العالمية الأمر الذي شجع العديد من الفتيات الأريتريات للعمل في معرض الحريري لينهن من معين خبرته وتجربته الثرع أعمل في هذا المعرض منذ أربعة أشهر تعلمت خلالها الكثير على يد عمنا أمين الحريري الذي يولينا عناية ورعاية خاصة شجعتنا على الإلمام السريع بخبايا المهنة بحيث نستطيع أن نقوم بكل عمليات التفصيل والدنا الحريري يعلمنا كيفية التعامل مع الزبائن وكذب ودهم ونحن حقيقة مرتاحين تماما للعمل في هذا المكان وتحت رعاية هذا الرجل الإنسان علاقات حميمة خلقتها هذه المهنة للحريري مع الأريتريين علاقة وسيغة جدا جدا مع كلها من رأس الدولة إلى تأخر لأن أصمرة يعني بتتحليك الفرصة في العلاقة بينك وبين الحكومة وبين الشعب وبين كله شيء واضح بس أنت كيف تكون متزن إذا وجدت الاتزان تجد كل الترحاة وتجد كل العلاقة الطيبة والاحترام من الأولاد ومن الكبار ومن الأخوات يعني تحس أنك أنت ما بتتذكر يوم أنك أنت هو سوداني وما بتتذكر أننا قاعد معهم دي الغربة منك لا كل مرة هم قريبين بجانب العلاقات اكتسب الحريري اللغة الأريترية التي سهلت له الكثير في سبيل تعامله مع زبائنه من الأريتريين وحتى أسرته في السودان كان الحريري يخاطبها باللغة الأريترية أعيالي كميلكم دحاندو كميلا دونياناتكم سراح كميلا تايننا كميلا تايننا كميلا تاينتك تقبيرو حيجي سراح ناتكم سبو تيميركيناتكم سبو أعيالكم كميلاهم غزانا كميلا زمدناتنا غروبيتنا كميلاهم مثلا يعني دحاندو دحاندو صبو الحمد لله صبو سراح تمسكا نملاك تايننا صبو قلت اليوم السلام عليكم ازاي حالكم وأحوالكم الجير والأهل والبلد كيف ومع أولادكم كيف وأولادكم ونسوانكم يعني كل الناس كيف أنا مشتاق لكم كثير أيوة وأنا هنا قاعد في أصمر يعني برضو زي ما قاعد في السودان لكن إن شاء الله أنتم كويسين والشغل حقكم كويس وصحتكم كويسة وهكذا يمثل الأمين حسن أحمد الحريري الدبلوماسية الشعبية في أبهى صورها والتي تعكس الوجه المشرق للسودان فعلاقات الرجل الواسعة وتعامله الراقي جعل منه سفيرا وعلما في رأسه نارو إسماعيل تيسو لبرنامج كامير الشروق من العاصمة الأريترية أسمر